الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين سلم تسريماً كثيراً إلى يوم الدين وبعد فهذا درس جديد من دروس كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نتناول فيه عدداً من الأحاديث التي أوردها الإمام في كتاب الأدان من صحيحه فلتفضل القال بارك الله فيه وأسعده الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قوله هنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فيه مشروعية قول هذا للإيمان قد ورد ما يدل على وجوب هذه اللفظة في حق الإمام القول بوجوبها هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي الحديث دلالة على أن هذه اللفظة يجهر بها ويرفع الصوت بها فإنه قد علق قولهم ربنا ولك الحمد على سماعهم لهذه اللفظة مما يدل على أن الإمام يجهر بها ومن فوائد هذا الحديث مشروعية أن يقول المأمومون اللهم ربنا لك الحمد وقد وردت هذه الصيغ مرة بإثبات اللهم ومرة بعدمها ومرة بوجود الواو ربنا ولك الحمد ومرة بعدمها وهكذا في لفظة ربنا قد ثبتت في هذا الخبر وفي بعض الأخبار التي وقع التردد بين أهل الحديث فيها لم توجد هذه اللفظة وكل هذه الصيغ جائز أن تقال في الصلاة وفي هذا دلالة على فضل هاتين اللفظتين وفيها دلالة على فضل حمد الله المراد بالحمد السناء على الله ووصفه بالأوصاف الجميلة وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي بالإنسان أن يقولها حال ما يفرع الإمام من قول سمع الله لمن حميده لأن الفاء تفيد التعقيب وفي الحديث مشروعية الاقتداء بالملائكة عليهم السلام وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه جماهر أهل العلم على أن المراد بذلك صغائر الذنوب وأما كبائرها فلابد فيها من توبة واستدل بعض الفقهة بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول واللهم ربنا لك الحمد لأنه نسب إلى الإمام قول سمع الله لمن حميده ونسب للمعمومين قول اللهم ربنا لك الحمد ولكن هذا المفهوم قد خالفه منطوق أحاديث أخر منها ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال سمع الله لمن حميده فإذا قام قال وهو قائم اللهم ربنا ولك الحمد كما ورد في الصحيحين ولذلك فالصواب أن هذه اللفظة يقولها الإمام والمأموم والمنفرد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنوت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنة بعد الركوع فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه من الركعة الآخرة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم وأنجي عياش بن ربيعة اللهم وأنجي المستضعفين بمكة من المؤمنين اللهم اجدد وطأتك على مضر اللهم واجعلها عليهم سنين كسنية يوسف يجهر بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفارٌ غفر الله لها وأسلم سالمها الله وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلاناً وفلاناً لأحياءٍ من العرب وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء في هذا الحديث مشروعية رواية كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الاقتداء به في كل أجزاء الصلاة وفي الحديث إثبات مشروعية القنوط بالدعاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع وجماهير أهل العلم يرون أن هذا القنوط إنما يكون عند النوازل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازلة شهراً وقال بعض الفقهاء كالشافعية بأنه يشرع القنوط في صلاة الفجر بعد الرفع وقال بذلك بعض المالكية وحديث الباب فيه أن القنوط لا يقتصر على صلاة الفجر وحدها بل يقنط في غيرها والعلماء لهم ثلاثة أقوال في قنوط النوازل فخصه طائفة بصلاة الفجر وعممه آخرون في الصلوات الخمس وقال طائفة بأنه إنما يقنط في صلاة الفجر والظهر والعشاء دون المغرب والعصر لهذا الحديث وعلى كل فظواهر النصوص تدل على أن هذا القنوط إنما هو للنوازل والأصل في القنوط أن يراد به طول القيام كما قال تعالى فقوموا لله قانتين فهذا هو أصل معنى القنوط وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر وظاهر هذه اللفظة أن المراد بها طول القيام وقد يراد بها ما قبل الركوع كما أنه يمكن أن يراد بها ما بعد الركوع وفي هذا الحديث أن الإمام يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الدعاء لأناس بخصوصهم في الصلاة وأنه يجوز للإنسان أن يدعو لشخص بإسمه في صلاته سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة من صلوات التطوع وفي الحديث دلال على الدعاء للمستضعفين من المؤمنين وخصوصا من يلحقهم أذى من أعداء أهل الإسلام وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين اللفظتين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فهذه ثلاث روايات في إحداها الجمع بين اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد وفي بعضها بدون ألواو اللهم ربنا لك الحمد وفي بعضها بدون لفظة اللهم وفي الحديث فضل هؤلاء الصحابة الذين كانوا يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز التسمية بإسم الوليد فقد كان بعض الفقهة ينهى عن هذا الإسم ويقول بأنه من أسماء الفراعنة ولكن الصواب جواز التسمية به فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على هذا الإسم ولذا دعا بالنجاة للوليد ابن الوليد وفي الحديث أيضا جواز أن يخص الإنسان بدعاء القنوت بعض أهل الإيمان وفي الحديث حرص المسلم على أحوال إخوانه المسلمين وكونه يتفاعل مع قضاياهم فيدعو لهم ويسعى إلى تخليصهم مما يكون شاقا أو صعبا عليهم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين فقيل بأن دعاءه عليهم من أجل مصلحتهم فإنه دعا عليهم بضعف أحوالهم الدنيوية لألا يتمكنوا من الصد عن دين الله وتعذيب عباد الله ولذا قال اللهم اشدد وطأتك على مضر وقال بعض أهل العلم بأن الحديث منسوخ فإنه لما نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم توقف النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم وقد جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أدعو على قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت معلما هاديا ولما جاءه الطفيل بن عمر وقال يا رسول الله ادعو على دوس فإنهم فعلوا وفعلوا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء فخشي بعض القوم من هلاك دوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم وفي الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله ادعو على قريش فقال اللهم اهدي قوم فإنهم لا يعلمون وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه قوم يوسف ومن كان في زمان يوسف من الشدة الشديدة والمجاعة العظيمة التي جاءت عليهم وفي الحديث أن دعاء القنوت يجهر به أن دعاء القنوت يجهر به ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الدعوات وكان الصحابة خلفه يؤمنون على هذا الدعاء وهذا القنوت وعن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر في هذا إثبات القنوت في صلاتي المغرب والفجر مما يدل على أن الصواب أن القنوت يدخل في صلاتي المغرب والذي يظهر أن قنوت النوازل يدخل في جميع الصلوات الخمسة وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سميع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصر فقال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتديرونها أيهم يكتبها أول في هذا الحديث أن المأمومين يكونون وراء الإمام في الصلاة ولذا قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية الرفع من الركوع وأنه من أعمال الصلاة وفي الحديث مشروعية أن يسمع الإمام وأن يجهر في قوله سمع الله لمن حمد عند رفعه من الركوع وفي الحديث جواز عدم ذكر لفظة اللهم للمأموم حينما يقولها بعد تسميع الإمام ولذا كان هذا الرجل يقول ربنا ولك الحمد بدون لفظة اللهم فقره النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث استحباب هذه الزيادة في هذا الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والمراد بالحمد أثناء على الله جل وعلا ووصفه بالجميلة فلما انصرف يعني لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من المتكلم فيه سؤال الإمام وصاحب الولاية عن أحوالي من يكون معه فقال الرجل أنا فقال صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول مما يشعر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على هذه اللفظة والترغيب في أن يقولها الإنسان وعن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بنا فكان يصلي ويصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي في هذا الحديث حرص الصحابة على وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نقل تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلوات وفي الحديث تنبيه الآخرين على ما يكون عندهم من نقص أو تقصير فيما يؤدونه من عبادات وطاعات ولذا نبَّههم أنس إلى ما يفتقدونه من مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية الرفع من الركوع بأن يستتم الإنسان قائما خلافا لبعض الحنفية وفي الحديث مشروعية إطالة القيام الذي يكون بعد الركوع وحتى أنه قال بأن القائل يقول قد نسي وفي الحديث مشروعية إطالة الجلسة بين السجدتين وهذه السجدة يشرع فيها دعاء الله جل وعلا مما يدل على الترغيب في الطمانينة حين يرفع رأسه من الركوع ويدل على طول مكثة بين السجدتين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله فقال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس ويحشرهم يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه فيدعوهم فيضرب جسر جهنم الصراط بين ظهراني جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز من الرسل بأمته وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد الله أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار وأراد أن يخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الله الملائكة أن يخرج من كان يعبد الله وكان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيخرجونهم ويعرفونهم في النار بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجون من النار فكل بن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجونهم من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فلا يزال يدعو الله ما شاء أن يدعوه فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسألني غير ذلك فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال بعد ذلك يا رب قدِّمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت أبداً ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها انفهقت له الجنة فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل منه فإذا ضحك منه أذين له في دخول الجنة فقال ادخل الجنة فإذا دخل فيها قال الله له تمنى فيتمنى حتى انقطع أمنيته قال الله عز وجل تمنى من كذا فيتمنى وتمنى من كذا فيتمنى أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لك وعشرة أمثاله هذا حديث عظيم به ذكر شيء من أحوال الآخرة وما يمن به رب العزة والجلال على المؤمنين في ذلك اليوم العظيم وقد أورده المؤلف لبيان فضل السجود ومكانة هذا الركن العظيم وأثر هذا السجود في إخراج صاحبه من نار جهنم بعد دخولها وقوله في هذا الحديث قول الصحابة يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فيه السؤال عن أحوال القيامة والتعرف على ما يكون في تلك الدار وقوله هل تمارون أي هل تشكون وفي بعض الروايات قال هل تضارون أي هل يلحقكم مضرة في رؤيتكم للقمر ليلة البدر ليس دونه حجاب تشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرئي به للمرئي فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى فقالوا لا يعني لا نشك في رؤيتنا للقمر في ليلة البدر في نصف الشهر عندما لا يكون هناك سحاب قال فهكذا رؤيتكم لله جل وعلا ثم قال وهل تمارون أي هل تشكون في الشمس عندما تكون طالعة عليكم ليس بينكم وبينها سحاب فقالوا لا لا شك عندنا في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك وقد أثبت أهل السنة وبعض الطوائف رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة فيعطيهم الله من القدرات ما يتمكنون به من رؤيته جل وعلا وأما في الدنيا فإن رؤية الله جل وعلا مستحيلة على عباده من المؤمنين ولذا لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه جل وعلا قال له جل وعلا إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فأما في الآخرة فقد جاءت النصوص بإثبات الرؤية لله جل وعلا ومن تلك النصوص قوله سبحانه وتعالى عن الفجار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى والاستدلال بذلك قال له الاستدلال بمفهوم التقسيم وقد دل عليه قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ودل عليها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة برؤية رب العزة والجلال وقد جاء في حديث صحيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رؤية رب العالمين أفضل ما يعطاه أهل الجنة في يوم القيامة والمعتزل لم يستندوا إلى دلالة واضحة وإنما استدلوا بقوله تعالى إنك لن تراني وكذبوا على مدلول لفظة لن في اللغة فقالوا بأنها تفيد النفي المؤبد وهذا كلام خاطئ فإن الله تعالى قال عن المشركين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم يعني لن يتمنوا الموت مع أنهم يوم القيامة يتمنون الموت في قولهم يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وهكذا استدل بعضهم بعض المعتزل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وفرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك بالبصر فإنك لا تدرك رؤية القمر من كل جوانبه وإن كنت تراه ولذا فإن الصواب هو قول جماهير أهل العلم من أهل السنة ومن غيرهم من الطوائف بإثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة ورؤية الله جل وعلا يوم القيامة يحرم منها بعض الناس لذنوب أصابوها في دنياهم وفي هذا الحديث وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى فالواجب أن يكون ما يؤديه لإنسان من العبادات لله وحده فلا يجوز أن تصلي لغير الله ولا أن تسجد لغير الله ولا أن تدعو غير الله ولا أن تخاف خوف العبادة إلا من الله ولا تنحر نحر العبادة إلا لله ولا ترجو رجاء العبادة إلا من الله جل وعلا ومن هنا على الإنسان أن يحاول أن يقلب أعماله لتكون عبودية لله جل وعلا وفي هذا الحديث ذكر بعض من يعبد من دون الله وأنهم لا ينتفعون بعبادتهم فبعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر وبعضهم يعبد الطواغيت والطواغيت جمع طاغية والطاغية هو من تجاوز حده المشروع أو من تجوز به حده وذلك لأن الطغيان المراد به تجاوز الحد المشروع ولذا قال تعالى فلما طغى الماء حملناكم في الجارية أي لما تجاوز الماء حده المشروع وفي هذا أن الله جل وعلا يتمكن المؤمنون من رؤيته يوم القيامة ويتبعونه جل وعلا وفي هذا الحديث إثبات الجسر المنصوب على ظهر جهنم وأنه يبتل الناس به يوم القيامة وأن الناس يعرضون عليه وقد ورد في الأحاديث أنه أحد من السيف وأنه أروغ من الثعلب وأنه أدق من الشعر مما يدلك على شدة الأمر في ذلك اليوم ثم يعرض الناس عليه واحدا واحدا فانظر كم من عباد الله في ذلك اليوم وكم من الخلق في ذلك اليوم العصيب يعرضون على جسر جهنم وقد قيل في قوله تعالى منكم إلا واردها أن المراد به المرور على جسر جهنم على الصراط وفيه إثباته أن هذا الصراط يكون بين ظهراني جهنم وفي الحديث فضيلة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كونهم أول من يجوز جسر جهنم فيجوزه صلى الله عليه وسلم بأمته الجسر سابقا بقية الأنبياء عليهم السلام وفي الحديث أن ذلك الموقف موقف عصيب وشديد وعظيم المكانة ولذلك تكون دعوات الأنبياء عليهم السلام اللهم سلم سلم وفي الحديث أن بعض من يمر على الصراط تلتقطه نار جهنم فيسقط فيها وفي قوله وفي جهنم كلاليب كلاليب أدوات حديدية لها طرف مائل في أعلاها يتمكن من الإمساك بما تمر عليه هذه الكلاليب وقولهم مثل شوك السعدان السعدان نبات صحراوي يكون فيه شوك طويل معقوف الأعلى وقوله هل رأيتم شوك السعدان فيه التعليم بالسؤال لتنبيه الأذهان من أجل تلقي ما يقوله صلى الله عليه وسلم قال فإنها يعني كلاليب جهنم مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فهي تشابهها في الصورة والشكل ولكنها لا تماثلها في الحجم والمقدار قوله تخطف الناس أي هذه الكلاليب تقوم بجر بعض الناس ممن لا يمكنون من المرور بين أو على جسر جهنم وسبب خطفها لهم أنهم لم يقوموا بعبودية الله ولم تكن أعمالهم مما يوهلهم لتجاوز الصراط ولذا قال فمنهم من يوبق بعمله أن يجازى ويعذب بسبب عمله ومنهم من يخردل أي تتمكن من يمساكه قليلا لكنه بعد ذلك ينجيه الله جل وعلا قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار يعني أن بعض أهل التوحيد وبعض أهل الصلاة يسقطون في نار جهنم أعدكم الله من ذلك وفيه دلالة على أن من كان من أهل الكبائر والعظائم والمصائب والذنوب الكبيرة قد ينجيه الله عز وجل من نار جهنم ردًا على الوعيدية الذين يرون أن أهل الكبائر يعذبون في نار جهنم خالدين مخلدين فيها وهذا القول باطلٌ بدلالة عددٍ من النصوص وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي هذا الحديث فضل شهادة التوحيد لا إله إلا الله وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد عظم شأن التوحيد ومكانته بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله وفيه أن من كان مشركًا لم ينتفع بأعماله الصالحة في الخروج من نار جهنم قد يخفف عنه من العذاب فيها لكنه لا يخرج من نار جهنم وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر وأن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والسدل بهذا الحديث على أن تارِك الصلاة يكفر فإنه لم يُخبر بنجاة من في النار إلا من عُرف بأثر السجود فمعناه أن من لم يكن من أهل السجود لا يعرفونه الملائكة فيبقى في نار جهنم وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن يُكثر من السجود في فرائضه وفي نوافله وفي السجود الذي يكون مشروعًا كسجود التلاوة ونحو ذلك وقوله فيُخرجونهم من النار وقد امتحَشُوا أي جاءتهم النار فغيَّرَت أجسادهم إما بتغيير لونها أو بإحتراقها قال فيُصَبُّ عليهم ماء يُقال له ماء الحياة فيُغيِّر الله أحوالهم قال فينبُتون تحته يعني تحت هذا الماء كما تنبُت الحبَّة في حميل السيل المراد بالسيل مجرى الوادي وحميله جانبه وذلك أن الحبوب إذا كانت في جوانب الأودية فإنها تنبُت لكن لو كانت بعيدة عن الماء لم تنبُت وهكذا لو غمرها الماء فإنها لا تنبُت وقوله ثم يفرغ الله من القضى بين العباد فيه أن الله جل وعلا يَفْصِلُ بَيْنَ الْعِبَادِ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ النِّزَاعَاتِ على الآخرين أو من الكلام فيهم أو من اغتيابهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا رجل يكون آخر من يدخل الجنة قال يبقى رجل بين الجنة والنار في مقام بينهما وهو آخر أهل النار دخولا للجنة ويكون وجهه تلقاء أي جهة النار فحينئذ يدعو ربه جل وعلا بأن يصرف وجهه إلى الجنة قال فإنه قد قشبني ريحها أي أنه قد آذاه ريح جهنم وأثر عليه في بدنه وأحرقني ذكاؤها أي لهيبها أحرق بعضا بدني لما كان وجهي متوجها نحو النار قال فلا يزال أن يستمر في دعاء الله جل وعلا ما شاء أن يدعوه وفيه دلالة على أن دعاء الله لا يقتصر على العبد في الدنيا فيقول الله عز وجل له هل عسيت إن فعل ذلك بك أي صرف وجهك عن النار إلى الجنة أن تسألني غير ذلك فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره أي لا أطلب منك أمرا آخر فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق فيتفضل الله عليه فيصرف وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة وأصبح وجهه تجاهها رأى بهجتها أي نظارتها وحسن ما فيها سكت ما شاء الله أي لم يسأل الله ولم يدعوه أن يدخله الجنة وثم قال بعد مدة يا ربي قدمني عند باب الجنة أي اجعلني قريبا من الجنة فسأل ربه سؤالا آخر وقد أعطى ربه الميثاق أن لا يسأله وما ذاك إلا لعظيم ما في الجنة من النعيم حيث استشعر نعيمها مع بعده عنها فيقول الله عز وجل له أليس قد أعطيتني العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي سألت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك تعطي المواثيق ثم تنقضها فلا يزال الرجل يدعو حتى يستجيب الله له فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول الله جل وعلا هل عسيت أي هل يمكن ويحتمل أن أعطيت ما سألته أن تسأل غيره فيقول لا يا ربي وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره فيقربه الله إلى الجنة فإذا بلغ باب الجنة إن فهقت له الجنة أي توسعت وأصبح يرى ما فيها من النعيم العظيم والخير الكثير فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور وما فيها من الخير العظيم فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فينسى عهوده السابقة ومواثيقه التي صدرت منه لربه جل وعلا فيقول الله عز وجل له ويحك يا ابن آدم ما أغدرك تعطي العهود والمواثيق بأن لا تسأل شيئا غير ما سألت ثم بعد ذلك تنقض هذه الأمور فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله وفيه إثبات صفة الضحك لرب العزة والجلال فإذا ضحك منه أذن له في دخول الجنة فإذا رأى الجنة خيل له أنها ملآ من الناس فيقال له أدخل الجنة فإذا دخل فيها قال الله عز وجل له تمنى وفي هذا دلالة على أن العبد لا ينبغي به أن يسأم من الدعاء وعليه أن يكثر من دعاء الله جل وعلا وفي هذا الترغيب في أن يدعو الإنسان بأمور الآخرة ومنها أن يدعو الله بأن يصطفيه لرؤيته وأن يدعو الله أن يمكنه من دخول جنته وفيقال لهذا الرجل تمنى أي من الذي تريد ومن الذي تحبه فيتمنى جميع ما في نفسه من الأمنيات فيحققها الله جل وعلا ثم يذكره الله ببعض ما تطلبه النفوس ليتمنى منها ويسأل الله عز وجل عطاها فيقال له تمنى من كذا يعني تمنى من الفواكه تمنى من الحور العين تمنى من الخيرات بأنواعها فيذكره الله جل وعلا بالأماني فإذا سجلت له جميع طلباته وجميع رغباته وأمنياته يعطى جميع ذلك كله ويعطى ما يماثله قال أبو سعيد بل قد ثبت أنه يعطى عشرة أضعاف ما تمناه وورد بأنه يعطى عشرة أضعاف ما عند ملك من ملوك الدنيا فهذا من أقل الناس حالا يوم القيامة من أهل الجنان فكيف بمن يكون في أعلاها ومن يؤتى الخير العظيم رفع الله درجاتي ودرجاتكم في ذلك اليوم وفي تلك الدار بفضله وإحسانه وقول أبي سعيد لا يتنافى مع قول أبي هريرة فإن قول أبي هريرة فيه إثبات إعطائه مثل وليس فيه نفي إعطاءه أكثر من ذلك وبالتالي لا تنافية بين ذكر المضاعفة بمرة واحدة والمضاعفة بعشرة أمثال فهذه زيادة من ثقة مقبولة فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الحديث ويذكره ما بين وقت وآخر وفي هذا الحديث دلالة على حرص الصحابة على نقل ما يسمعون على هيئة سماعهم له بحيث ينقلون جميع الألفاظ كاملة تامة ولا يتنازلون عما حفظوه لما سمعه غيرهم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه رداً حميداً وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير وأن يجعلهم مباركين كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والخير والسعادة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً